سؤال بيقول أنا ست متجوزة وكان معايا من طريق طفلين أعمرهم ما بين تسعة وست سنين أخدهم مني من سنة وأنا مش عارف أشوفهم رغم أني كنت بوريهم ليه لما كانوا عندي وعلى فكرة هو كان رميهم تمن سنين وبعدين فضلي بهدني لحد ما أخدهم نفسي أشوفهم ليه بسنة بعيد عن عيني وحشوني أرجو الإفادة أحدك طبعا مش طربة مني الإفادة قد ما طربة مني المناشدة لزوج حضرتك إنه يتق الله في الأولاد تعال بس أقول لحضرتك حاجة هما ما بين ست وتسعة سنين دول هما في الحقيقة ما خرجوش إنهما يبقوا محتاجين أمهم بالعكس هما ما زالوا محتاجين أمهم احتياج شديد وتذكر إنه لما الشرع الشريف جعل حضانة الأولاد مع الأمهات في أول الأمر وأكيد تنزلت ليك لسبب إما راح تتجوزت أو إن هي أنت أثبت إن هي مش كف إن هي ترب الأولاد أو هي تنزلت لك على الأولاد عشان يروحوا لك أو هي ديتهم لك كده بالتراضي لأي سبب من الأسباب اللي هو واضح إن هي دي حصلت فإيه اللي حاصل بقا فالأولاد عندك بس هما أنت مش فست إن أنت تحصل على قطعة من قطعة من الدهب أو قطعة من المجوهرات اللي كنت مسروق منك وإنت ردتها آه على فكرة بعض الناس بيعتبروا إن أولادهم لما بيكونوا متخدين معهم كإني مثلا شقتهم اتسرقت أو كإني حد حرامي جي خد محفظته فلو رجعوا لأولاده ورجعوا لأولاده وإيه اللي حاصل ومحفظته رجعت له يعني فلوسه حقه رجع له لا الأولاد مش شيء آه أنا بس عايز أقول لحضرتك وأقول لها يا كمان أقول لكم أنتوا الاتنين الأولاد مش شيء الأولاد من قدمين ليهم حرمة وليهم قدسية عند الله سبحانه وتعالى والأولاد دولة الأطفال دولة أحلى ما فينا ومش من حق أي حد يلوسهم أو يأذيهم أو يكسر بخطرهم أو يتعامل معهم على إنهم حاجات ملهاش لازمة أنتوا لو هتعملوا كده مع أولادكم للأسف أنا أكلمكم أنتوا الاتنين قوة وتكونوا بتتلعبوا بالأولاد على إن كل واحد فيكم يملك الأولاد ومسكهم وفاز بيهم على حساب التاني وانتصر في معركته وكاني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك الأولاد ما بيتلعبش بيهم والأولاد مش ساحة معركة بنسبة كل واحد فيهم أنه هو خسر لما طلقني ولا بثبت له أنه هو إنسان غير كف أو هي بتثبت له أو هو بيثبت لها أن هي الست غير موسوخ فيها عشان يثبت لنفسه أنه ما ظلمهاش أو تثبت لنفسها أنه ظلمها لما هو طلقها الحقيقة ده من أسوأ الأشياء اللي احنا بنعملها عما بدكيها أولادنا أنا أكلمكم وإنتوا تنين ومكلمك أنت بالذات لو كنت أنت فعلا بيتمنع الأولاد أنهم يشوفوا أمهم أمهم الأولاد مش أمهم بس اللي محتاجين له الأولاد اللي محتاجين لأمهم وخلي بالك الأولاد لما يكبروا مش هيسمحوك على أنك أنت منعطهم من أمهم إذا كانوا متعلقين بيها أو بيكانوا بيحبوها احنا عندنا مشكلة أساسية احنا لازم نحطه قدامنا حديث الرسول الله سلم إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول أنا بقول لك منعك أو منعك والكلام ده بنشوفه كتير منعك أو منعك أن أولادك يشوفوا أبوهم أو أولادك يشوفوا أمهم لا تضيع للأولاد فاتقوا الله في الأولاد واحفظوهم من اللجوء إلى الاحتواء البديل ارحمهم من أنهم يدوروا على أم يتسولوها في الطرقات اتق الله سبحانه وتعالى وَلَتَظْلِمْ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ترجمة نانسي قنقر